ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا إخوتي العفاضل لقاؤنا في هذا اليوم يتحدث عن موسم من مواسم الخيرات الله عز وجل له الاختيار والاستفاء وربك يخلق ما يشاء ويختار فاصطفى من الأيام واصطفى من الشهور واصطفى من الأعوام ما شاء ربنا ومن هذه الأيام التي اصطفاها الله عز وجل وجعلها هدية لعباده الموحدين المؤمنين هذه العشر المباركة هذه العشر التي والله مهما تحدث عنها المتحدثون ومهما تكلم عنها الخطباء والوعاظ والفقهاء وأهل العلم فإنهم لا يمكن أن يعطوا هذه الأيام حقها وقدرها لأنها عظيمة للغاية يقسم الله عز وجل بها والفجر وليال عشر فلك أن تستشعر وتتخيل معي أخي المبارك هذه الأيام كيف أن الله عز وجل أقسم بها لأهميتها وعظمها عنده وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات هذه المعلومات وتلك الأيام العشر والليالة العشرة أقسم الله عز وجل بها قال جمهور المفسرين هي هذه الأيام العشر هي هذه الأيام العشر من هنا كانت هذه الأيام عظيمة للغاية وجليلة للغاية ولهذا عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير وهذه الكلمات وهذه الجمل العظيمة التي توقظ حقيقة تلك القلوب الحية وتوقظ تلك الأفئدة عندما تسمع وتعي هذه الجمل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قدر الجهاد وكيف أن الجهاد يقدم الإنسان فيه ماله ويقدم فيه رقبته هذا الجهاد العظيم الأيام الصالحات الأعمال الصالحات في هذه الأيام أفضل منه ولهذا استفسر مباشرة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء يعني لو أن رجلا خرج بنفسه وماله وعاد فإن جهاده بذلك المال العمل الصالح في هذه الأيام أفضل منه ولو أن رجلا جاهد بنفسه ولم يكن له مال يكون في هذا الطريق في هذا السبيل كان العمل في هذه الأيام أعظم فلهذا أيها الإخوة الأكارم إن هذا الحديث وهذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم خطاب يتحدث مع القلوب أي قلب لا يتأثر أي قلب يسمع مثل هذا الكلام وتمر عليه هذه العشر كبقية الأيام الليالي والأشهر والأعوام هذه العشر يقول عنها أيضا كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني وغير من العلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر أفضل أيام الدنيا أيام العشر ذكر أهل العلم أن هذه الأيام فيها يوم عرفة ولهذا هي أفضل حتى من عشر الأواخر في رمضان وليالي العشر في رمضان فيها ليلة القدر ولهذا كانت تلك الليالي هي أفضل حديثنا أيها الإخوة الأفاضل عن هذه العشر كيف أن الله عز وجل اختصنا نحن عباد الله نحن نرجو أن نكون الموحدين المستغفرين المنيبين الذين يفهمون ويعقلون مثل هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير العظيم إلا ليبين لنا عظمة ما نحن فيه وما نعيش فيه من هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام اجتمع فيها الحج والصيام والصلاة والنفقة أمهات الأعمال أمهات الأعمال كما ذكر الحافظ من حجر رحمه الله اجتمعت في مثل هذه الأيام إذن نحن نعيش استثناء نحن نعيش أياما يا إخوان أياما منفصلة عن بقية الأيام أياما من تمر عليه كبقية أيامه والله إنه لا يفقه مثل هذه الأحاديث وليس له ذلك القلب الحي الذي يدرك فيه مثل هذه المعاني العظيمة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير إذن أول أمر نستقبل في هذه الأيام هو أن نتوب إلى الله أن نصحح المسار مع الله أن تدخل هذه العشر علينا ونحن تائبون منيبون مقبلون مستغفرون الدمعة على أعيننا الأثر على نفوسنا تمر هذه الأيام وتأتي هذه الدقائق والساعات والثوان ونحن تغيرنا في أنفسنا في داخل أنفسنا في داخل حياتنا وأفئدتنا نتوب إلى الله ونعلن ذلك الله عجل يا رب إنا نستغفرك ونتوب لك من كل زلل من كل خطأ من كل ما كنا نقع فيه في سلف أيامنا وأيامنا التي سلفت إذن أول أمر نستقبل فيه هذه الأيام إذا كنا ممن يعي ويعقل وله قلب حي ويفهم مثل هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم نستقبل هذه الأيام بالإنابة والطهارة والفراغ مما كنا ربما وقعنا فيه بل وحتى من الاسترسال في بعض المباحات هذه الأيام مستثناء هذه الأيام أيها الإخوة الأكارم أيها الإخوة الأفاضل هذه الأيام مستثناء أول ما نبدأ بها كما أشرت أن نتوب إلى الله الأمر الثاني أن نعزم داخل نفوسنا أننا نستغل كل لحظة فيها كل ثانية فيها كل دقيقة فيها نستغلها يا إخوان بما يرضي الله عز وجل بما يرضي ربنا بما يرضي الله عز وجل علينا بهذه العزيمة بهذه الهمة بهذه النظرة نستغل هذه الأيام إذا كنا كذلك فإننا نستحق مثل هذا الخطاب الذي يخاطبنا فيه شرعنا ويخاطبنا فيه ديننا ويخاطبنا فيه ربنا عز وجل ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء بالله عليك كم سيعطيك الله عز وجل من الأجور والحسنات على مثل هذا الخطاب على مثل هذه الأيام التي أحب إلى الله أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بإدراك هذه الأيام وبالعمل فيها وأن يتقبله منها وآخر دعوانها أن الحمد لله رب العالمين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير